بصبح على حضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم والنهاردة التلات تلاتة ينايد 2012 2012 واضح انها مليئة بالأحداث ابتدت سخنة جدا وواضح انها لسه هتستمر في منتهى السخونة ونهاردة هيكون معانا في فقرة الصحافة في أول فقرة طبعا معانا الكاتب الصحفي والأستاذ أشرف البربري سباح الخير فندم اهلا بحضرتك معانا النهاردة وحضرتك طيب وان شاء الله تكون سنة مليئة بالأحداث الإيجابية ان شاء الله هيكون معانا عرض الأهم الأخبار يمكن في الأهرام في النيابة تواجه مبارك والعدل بأدلة قتل المتظاهرين اليوم في الشروف الصفحة الأولى النيابة تسحب من مبارك ورقة براءة ضباط السيدة الأهرام في الصفحة الأولى أيضا 2746 مرشحا يتنافسون على 150 مقعدا في 9 محافظات المصر اليوم في الصفحة الأولى نشطاء يدعون لمزهارة استكمال الثورة يوم 25 يناير ضد تجاوزات العسكري في قضية المنظمات الشروق في الصفحة الأولى التحقيقات تتهم منظمات حقوقية بتورد في تلقي تمويلات للإدرار بالبلاد المصر اليوم في الصفحة الأولى أيضا المالية سيارات جديدة لأصحاب التاكسي بدلا من المسروقة وتأجيل أقصاد ثلاث شهور نبتدي أستاذ أشرف بأول خبر ويمكن يعني أهم حدث بيحصل بالنسبة ليوم الثلاث والأربع والخميز زي ما قيل طبعا المحاكمة مبارك دخلت زي ما بنقول دخلت مرحلة الجد لأنه على مدى التلات أيام هتبدأ النيابة تقول مرافقتها اللي هي فيها رصد بالأدلة أدلة الإدانة وشهادات التي تدين حسن مبارك وحبيب العدل ومن معهما لكن الحقيقة برضو عشان تبقى الأمور ما يحصلش فيها خلط أنا أحس إنه القاضي تعجل يعني في النهاردة آخر لو إحنا تابعنا جلسة مبارك كانت فيه مطالب كتير للمحامين الدفاع وأخشى إنه يكون هذه يعني عدم الاستجابة لمطالب الدفاع باب بعد كده للطعن في الحكم حل صدوره ضد المتهمين العنوان الثاني اللي هو في نفس القضية النيابة تسحب من مبارك وركة برأي دباط السيدة الحقيقة أنا لاحظت إنه في الناس ما استوعبتش إيه وتصوروا إنه النيابة تخلي مبارك من مسئولية قتل دباط السيدة قتل المتظاهرين في السيدة أو حاجة من هذا القبيل الحقيقة هو خطوة زكية جدا من جانب النيابة لأنه قضايا الشهداء الثورة في جنب الأقسام اللي هي بتنظر في معظم المحافظات هيبقى فيها كلام لأنه فعلا زي ما القضي ألف السيدة كان في وضع دفاع عن النفس الضابط في الإسم وفي ناس بتحرق أو حاجة كده إنما مبارك يحاكم في دم الشهداء الذين سقطوا في الميادين في مدينة التحرير وفي القائد إبراهيم في اسكندرية وفي مدينة الإبراهيم في السويس وهؤلاء شهداء سقطوا ويجب يعني بأي زنب قتلت هذه النفوس فهذه هي القضية التي تستطيع أن تلف حبل المشنعة حوالي رقبة حسن مبارك وليس الشهداء اللي سقطوا حوالي الأقسام اللي ينفع يبقى فيها كلام فعشان كده النيابة أحسنت صنعا لما بعد تفصلت قضية حسن مبارك وحديث العدلي عن قضايا الأقسام تمام 2746 مرشح يتنافسون على 150 مقعدة في 9 محافظات وده طبعا ويشير بداية المرحلة الثالثة من الانتخابات والأخيرة وكده إن شاء الله هيبقى ختموه مسك المؤشرات اللي هي في الدقائق الأولى بتقول إن إحنا ماشيين بنفس الصورة الإيجابية إقبال كبير من جانب الناخبين وحرصة على الأداء احتمال تبقى النتائج المرادة يبقى فيها نوع من التغيير القوى الإبرالية قدرت في الفترة الأيام اللي فاتت تصل إلى نوع من التحالف يعني حتى بما فيها القوام التي تبدو متنفسة زي الثورة المستمرة والكتلة علشان يقدروا يواجهوا المد الحزاب الإسلامية والمكاسب اللي حياتها في الجولتين الأولى والتاني نشطاء يدعون لمزاهرة استكمال الثورة يوم 25 يناير ضد تجاوزات العسكري في قضية المنظمات ويمكن الناس كتير ولا هيا عندها مخاوف يعني من يوم 25 يناير أنا أتوقع أنه 25 يناير هيبقى يوم جميل في كل الأحوال إما أنه هيبقى يوم وفي أغلب الأحوال هيبقى يوم احتفالي حتى الناس اللي نزلين يتظاهروا يعني انبارح القوى الشباب الثوري اكتبعوا في سيد الصور ويوصلوا للتصور ليوم 25 يناير هيبقوا حارسين على أنها تتحول إلى مظاهرة حاشدة للمطالبة باستكمال الثورة لكن دون التعرض لمنشآت العامة دون التعرض للقوات المسلحة دون التعرض للشرطة يعني الناس أعلنوا حسن نيتهم من البداية وقالوا أنه هيبقى يوم يوم ثوري جميل بنحتفل فيه بالذكرى الأولى للثورة وبنطالب باستكمالها تمام قالت تحقيقات تتهم منظمات حقوقية بالتورد في تلقي تنمولات للإدرار بالبلاد أنا دايما بقول أنه المجلس العسكري منذ اللحظة الأولى اللي تولى فيها المسئولية وهو يتخذ القرار الصح في التوقيت الخطأ بمعنى أنه ملف المنظمات الحقوقية الحقيقة هو ملف يجب أن يفتحه من زمان حواليه لغات كتير هذا اللغة يضر بكل الأطراف يضر بالمجتمع ويضر بالمنظمات الشريفة المنظمات غير المتجاوزة لأنه في الآخر المنظمات ديت زيها زي أي قطاع فيه الكويس وفيه الوحش التحقيقات تستطيع أن تبرق الكويس وتدين السيء أو المخالف لكن الحقيقة برضو لما جات هذه التحركات من جانب الدولة في بعض فيه أعقاب سلسلة من التقارير التي تدين المجلس العسكري فبانت المسألة وكأنها نوع من الانتقام علشان كده كنت بقول يعني كان الأفضل أنه هذا الملف يظل يؤجل فتحه شهرين ثلاثة لما يبقى عندنا حكومة منتخبة وهيبقى عندنا رئيس منتخب وبيبقى في الحالة دي هتبقى الأمور أفضل وتدعياته أقل لأنه الحقيقة برضو أنه هو بقى زي سلسلة الأخطاء اللي بيعفع المجلس العسكري بيشوه صورة مصر على عكس ما أنه كان فيه ناس كثير جداً برضو يسترشف بتقول أنه الملف ده كان مفروض يتفتح قبل كده يعني ليه الوقت؟ بالزبت ليه دلوقت؟ يعني كان المفروض يتفتح قبل كده مدام كان المفروض يتفتح قبل كده كان ينفع أنا أجله شوية آه علشان ما تبنشي المسألة بهذا الشكل ووردو الحقيقة برضو أنا يعني أنا ضد التصوير المنظمات الحقوقية كلها باعتبارها ضحاية الحقيقة عشان نبقى الكلام المنظمات الحقوقية في مصر زيها زي كل القطاعات كانت بتشتغل بكسير من التجاوزيات وقليل من الانضباطات لأنه المجتمع أو السياق العام كان بيسمح بهذا الكلام أنا كلنا ممكن يبقى ماشيين والعربية فيها مخالفة ومحدش ناس مطنشة لحد ما تقابلي زابط فيرخم عليكي فترد عليه بشكل نكليجي حق فيقولك طب ده أنت عندك مخالفة كذا فهو المنظمات الحقوقية كان فيها هزا الكلام عشان كده كنت بقول يفضل أنه نؤجلها ثلاث شهور كمان لما بعد استكمال هياكل الدولة الشرعية والدستورية ونفتح هذا الملف كان هتبقى الأمور أفضل فكرة سرقة العربيات والتكاسي البيضة يعني اللي احنا دايما بيرطلق عليها بالاسم ده الخبر المعاني في مصر اليوم بيقول المالية سيارات جديدة لأصحاب التاكسي بدلا من المصروقة وقت أجيل أقصاد ثلاث شهور يعني أنا كنت أتمنى أنه كان يبقى الخبر أفضل بشكل مختلف أنه الوقاية خير من العلاج يعني احنا نفعل شوية برضو أو مزيد من تفعيل الجهاز الأمن علشان عربية ما تتسرقش إنما إحنا أما تبقى العربية هتتسرق وهندفع بدلها أو الدولة هتدفع بدلها هو حل لأصحاب المشكلة الحقيقة لكن ما يقضيش على المشكلة الحاجة الثانية أنا معرفش الحقيقة يعني كيفية تنفيذ هذه المسألة وأخشى أن تكون الوزارة لأنه إحنا طبعا جايبين وزارة من المتحف فبتتعامل بنفس المنطق اللي هو تصريح صحفي وبعدين الموظف اللي صاحب السيارة يذهب إلى مكتب الحكومة علشان يقول يا جماعة أنا عربية تتسرقت ودي المحضر فقول له أنت فين مين اللي قاله ده في الجرنان يقول له طب روحوا الجرنان هو يديك العربية فأنا أخشى أنه يكون هذا المنطق هو اللي بيحكم الأمور دات يعني يكون الكلام متأخذ للدعاية أو للإعلام بس وده هيبقى حاجة مش كويسة وخالص يعني طيب هل في أي توقعات لحضرتك النهاردة يعني فيما يقص أهم يمكن موضوع بيشغل الرأي العام وهو محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك هو أنا أطلب يعني أنا بقول أنه يعني بنسبة كبيرة أحكام الإدانة قادمة بس في نفس الوقت يجب أنه إحنا كشعب مدومنا احترمنا أو ارتضينا اللجوء للقضاء فيجب أن نحترم قواعد اللعبة بمعنى أنه حتى لو أصدر القاضي حكم بالبراءة إذا كان ده الحكم يعني ده يبقى هو ده الحكم ونطعن فيه وناخد هذا الكلام لكن ما ينفعش أن احنا يعني نتفق على أن احنا عايزين نلعب مطش معين وبعدين بس لازم النتيجة تكون زي ما احنا عايزين أتصوري طبعا من خلال القراءة المتابعة القضية أنه الإدانة قادمة لمبارك ومن معه تمام سيد أشرف البرباريان بشكر حالتك على وجودك معنا النهاردة ونهار حالتك سعيد يا فندم مشاهدي نهارك سعيد أنا هسيبكم دلوقتي مع تقرير عن ملعيب شيحة أو عن الأرجوز يمكن الأرجوز يعني حاجة من الفلكلور ويمكن كلنا عارفينه وكانوا زمان الأطفال بيتمتعوا جدا بالأرجوز وأعتقدنا أنه لحد دلوقتي ويمكن مش بس الأطفال كمان يمكن أحنا الكبار كمان هسيبكم مع تقرير عن الأرجوز أو عن ملعيب شيحة ونرجع نستكمل باقي فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد تابعونا